السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوالي اعزائي اصلا على اوقاتكم انا اشهر خليل من قناة فيلانسر اكاديمي. راح نتكلم شباب عن برنامج مستر ويب خصائص هذا البرنامج وتطلبات هذا البرنامج بشو بيلزمنا هذا البرنامج ايش اخر التحديثات اللي حصلت على هذا البرنامج ولا شو احنا نستعمل هذا البرنامج. ايجابيات البرنامج سلبيات البرنامج كل شيء عن البرنامج راح نتكلم عنه ان شاء الله رب العالمين بهذا الفيديو. بدي تكون مركزين معاي مية بالمية عشان نقدر نفهم ونستوعب كل التفاصيل المتكلم فيه. بداية ان شباب طبعا خلينا نتكلم ونفهم ايش هو برنامج مستر ويب ولا ايش احنا نستعمل هذا البرنامج. برنامج مستر ويب شباب هو عبارة عن مصنع بسيط بيقوم بصناعة اه المتصفحات حسب حسب المواصفات اللي انت بتقوم بطلبها هو ما بيصنع المتصفح بشكل ا longtemps تعديل نفسه. هو بيتمد على الاعدادات اللي انت بتعطيها هو بيقوم بتسهيل العملية عليك. بدل ما تتم بشكل يدوي في بعض الملفات اه تحتاج التعديل انت ما بتعرف توصل هذه الملفات ما بتعرف اللغة المكتوبة في هذه الملفات عن متصفح حتى تقوم بتادل عليها كل اللي بيعمل هذا المتصفح او هذا البرنامج انه بيقوم بالوصول نيابة ما عنك لهالي الملفات بيقوم بالتعديل على هذه الملفات هذا رقم واحد رقم اثنين بيعطيك الحماية التامة للمتصفح بحيث يكون هذا المتصفح آمن من حيث الكوكز من حيث الهيستوري من حيث البروفايل من حيث كافة تفاصيل المتصفح بتكون محمية ولكن بنفس الوقت شباب طبعا المتصفح مش ساحر المتصفح مش بني آدم المتصفح هو عبارة أو البرنامج هو عبارة عن برنامج مصنوع ومبرمج بأيدي البشر إذا أنت ما عرفت تستعمله صح وبطريقة سليمة لا يعني أن المتصفح فيه مشكلة ولا يعني أنه ما فيش فيه مشكلة عشان كن منصفين في الأمر نازم نستوعب كيف نشتغل على هذا المتصفح وإذا واجهنا أي مشكلة ما في مشكلة بنقدم الدعم والمتواصل إن شاء الله رب العالمين الدعم بالنسبة لي أنا مختلف عن الدعم بالنسبة لأي شخص آخر أنا أتكلم عن نفسي كمبرمج لهذا البرنامج الدعم اللي أنا أقوم بتقديمه الشباب هو أقوم كالآتي في حال أنا لحظت أو تلقيت أي شكو على مصفح من حيث الأداء من حيث واجه أي مشاكل حتى لو لم أقم بالرد عليها لا يعني أني تجاهلت الأمر هذا يعني أني بدأت بالعمل مباشر على الأمر بصمت لحين استكمال العمل ورفع تحديث بشكل مباشر بحيث أني ما بحب مضيعة الوقت لا إلي ولا إلكو عشان ما يعني ما يكون وقتنا بس عشان الردود خليكون وقتنا عملي أمر الثاني اللي بهمني من كلنا نعرفه شباب زي ما تكلمت في البداية قلت أنه مش ساحر هو عبارة عن برنامج الآن أنا برفع بمستوى هذا البرنامج لأعلى مستوى ممكن نقدر نوصله بإذن الله رب العالمين دائم التحديث على هذا البرنامج حتى يكون ملتي تولز تستفيد منه بكافة أعمالك بالتجارة الإلكترونية لأنه أي تاجر إلكتروني أي تجارة إلكترونية ما بتخلو من استخدام المتصفح فالمتصفح هو جزء أساسي من عملنا حتى ندخل على أي موقع أنا لابد من وجود متصفح فالآن إحنا بنعمل على تحديث هذا المتصفح بشكل شبه يومي بحيث أنه نوصله لأعلى المستويات نضيف له كل الإضافات اللي بنقدر نشتغل عليها بحيث أنه يوصلنا لأعلى المستوى المطلوب بنفس وقت بنقدم فانكشن إضافية بشكل يعني بشبه يومي حتى نتميز فيه بإذن الله رب العالمين لأعلى مستوى بنقدر عليه ما بضمن لك ما بضمن لك أن المتصفح يشتغل معاك بالطريقة اللي أنت بدك إياها إذا أنت أخطأت التصرف معا أنا لست مسؤولا عن أخطائك أنا مسؤولا عن أخطائي أنا لما قم بأي برمجة واجهت فيها مشكلة ما في مشكلة إذا كنت أنت معي بالجروب بتطرح المشكلة بكل سهولة لو لم تجد أي رد عليها اعلم أنه وصلتني مباشرة ويعلم أني بدأت العمل عليها ستجد تحديث تلقائي خلال يوم يومين حسب حجم المشكلة الموجودة أي تطوير بعمل عليه بشكل مباشر ولكن العمل بصمت هو أفضل الطرق اللي أنا بحب أشتغل عليها ما بحب العمل بسلوب أني أنا الآن بشتغلني الآن يلا يا شباب بلشنا نشتغل واواء الآخري نكمل تفاصيل البرنامج شباب البرنامج طبعا متطلباته الرئيسية عشان يشتغل عندك بدون أي مشاكل أول شي لازم يكون على جهازك في نت فرمورك هذا البرنامج هو برنامج رئيسي على الويندوز من مايكروسوفت تقدر تحمله من رابط مايكروسوفت بشكل مباشر بهذا الشكل هذا هو مايكروسوفت نت فرمورك 4.5 هو اللي بتوافق مع نسخة البرنامج فإذا أنت حملت البرنامج البرنامج طبعا هو بروتابل النسخة اللي احنا مشتغل عليها الآن هي بروتابل داخل فولدر زمت شايفين إذا حاولت أشغل النسخة ووجهت فيها بعض المشاكل أعطتني أخطاء بالشغل اعرف أنه أنت بحاجة لتسطيب النيت فرمورك لازم يكون عندك على الجهاز حتى يشتغل بشكل أساسي 100% بعد ما تقوم بفتح الفولدر زي ما أنت شايف بهذا الشكل بيظهر معك هذه الملفات اللي موجودة أمامك في حال أي فولدر مش موجود ما تأكل همه هو لحال البرنامج بشيك عليه وجده ناقص بيعمل على إكمال الملفات لوحده أي ملف تم انتقاسه من البرنامج بتم تحميله بشكل تلقائي من خلال البرنامج أول بأول يعني الآن لو أنا فتحت البرنامج ونحذف منه أي ملف بالخطأ أو خسرت أي ملف ما تأكل هم مدام البرنامج موجود عندك مجرد أنت ما فتحته مباشرة يبدأ بالتشييك على الملفات الموجودة وفي حاله يوجد أي نقص من هذه الملفات هو لحاله يعطيك رسالة ويبدأ بتحميلها وتعويضها عشان ما يتم عندك خسارة لأي أدوات أو لأي إضافات موجودة داخل هذا البرنامج أول ما نفتح البرنامج شباب بهذا الشكل رح نجد هذه الأيقون الرئيسية اللي هي السودة هذه بهذا الشكل مستر ويب ورح نجد هذا الملف إذا أنت كنت أخذت البرنامج جديد ممكن ما تجد هذا الملف لكن هو بقوم بإنشاؤه بشكل طبيعي ورح تجد الملف الآخر الخاص بعملية التحديد هو برضو بقوم بإنشاؤه لو ما كانش موجود يعني لو هذه الملفات كلها ما كانش موجودة كانت عندي بس الأيقون إلى واحدها هو بقوم بتحميل كافة الملفات بكل بساطة أنا طبعا ما رح أحذف الملفات أمامك لأنه رح يأخذ وقت عشان تحميلها فأنا بدي أختصر عليك الوقت لكن هو بيقوم بتحميلها بدون أي مشاكل رح طبعا الآن لما نشتغل في بعض الملفات أضفناها جديد وراح يحملها أمامك وراح نشوف كيف بتم هاي العملية أول شي طبعا دابل كليك على البرنامج زي ما تشايفين وأبدأ بفتح البرنامج مباشرة رح نبدأ بشرح البرنامج أول ما نفتح البرنامج بهذا الشكل رح يطلب مني هو أني أقوم بإدخال الإيميل الخاص بالبيبال اللي تم دفع ثمن نسخة من خلاله النسخة طبعا مدفوعة مش مجانية شباب ثمن النسخة 100 دولار موجودة على موقع بستيكراوند تحديث update lifetime ما فيه أي مشكلة فيها إن شاء الله بتقدر تسجل إذا كان الحساب الجديد create a new account بتقوم بإضافة transaction code أو transaction ID اللي تم الدفع من خلاله على البيبال وإيميل للبيبال اللي انت شغلت من خلاله وبعد هيك تضغط على sign up بهذا الشكل تبدأ بالتسجل وفي حال كنت أنت أصلاً أردي تمتلك البرنامج كل مطلوبناك الآن تضغط على login بهذا الشكل تنتظر قليلاً لحين تحميل التشييك على الحساب وعلى ملفات البرنامج بيفتح البرنامج عندك بالشكل اللي انت شايف والآن نحن نتكلم عن النسخة 1.0.3.2 هذه النسخة اللي الآن نحن نشرح فيها هذه النسخة تغني أي شرح رح نشرحه الآن يلغي ما قبله أو ينسخ ما قبله يعني أي شرحات قبل هيك ما لك علاقة فيها تخص البرنامج خليك فقط بس اشتغل من خلال الشرح اللي بيتم الآن أمامك هون غير هيك ما لك أي علاقة بأي شرحات سابقة أول ما يفتح عندي المتصفح أو البرنامج يفتح بهذا الشكل هذه الصفحة الرئيسية بتكون أي متصفح بقوم بإنشاؤه بتم إدراجه في هذه الليستة عشان أقدر أشتغل من خلاله هذه الهوم طبعا زي ما تشافين المكان اللي أنا موجود فيها لو ضغطت على الهوم بترجعني هون لو أنا خرجت منها لو ضغطت على المستر وب من هون برضو بترجعني عليها مباشرة الآن قبل إضافة نيو براوزر قبل هذه الأمور كلها راح نتجه مباشرة أول أمر على السيتينغز هذه